حبابي الأبطال وحلقة جديدة مع مستر هاني مانسي أهلا بيكو ودلوقتي على طول متعارفين ما عندناش وقت ولا رفاهية وقت للمقدمات الطويلة فهندخل على طول إزاي How to express necessity or obligation الضرورة أو الإلزام و Lack of necessity or shortage of obligation or necessity اللت أو نقص الضرورة أو الإلزام في المضارع بستخدم have to or has to طبعا have مع I, they, we, plural noun has مع he, she, it و singular noun طبعا have to or has to يأتي بعد منها infinitive تمام؟ طيب عايز أقول مش ضروري مش لازم لاني have to or has to ده إلزام خارج عن إرادتي لازم أعمله ده قواعد قوانين بتحتم علي أن أنا أعمل كده have to or has to الزاوم مش زي مصد يعني إحنا مصد أنا اخوتي كمان شوية مصد نصح قوي أو الزاوم داخلي من جواي أن أنا ملتزم أعمل كده لكن have to or has to الزاوم خارجي قواعد قوانين لازمة تتبعها تمام؟ have to مش ضروري تبقى don't have to مش مضطر أنك تعمل كده هاستو النجاتف بتاحه مش مضطر تعمل كده يعني عادة موجود الالزام او الاكبار على الموضوع ده ناخد جملة كده سريع you have to wear a uniform at school لازم تلبس ده واجبار انك انت تلبس زيه في المدرسة you don't have you don't have you don't have to wear a uniform مش مضطر تلبس uniform it's friday النهاردة الجمعة اجازة فانت مش مضطر تعمل كده لكن must زي ما قلتلكو ده الزام قوي ونابع من جوايا اه طبعا للقوانين وكل حاجة بس نابع من جوايا اكتر i must leave now it's late او i am late لازم امشي دلوقات يا جماعة انا اتخرت ده طبعا نابع من جوايا انا mustn't لاحظ الفرق بين don't have to doesn't have to و mustn't ممنوع في قانون بيحرم و يمنع ده فانا محظور او ممنوع من الكلام ده ممنوع اعمل كده ده بالنسبة ل mustn't يعني مثلا you mustn't park here it's against the law وده هنرجع له في فيديو تاني استخدامات mustn't اوكي نيجي بقى في الباست الباست من have to و has to ايه الباست منهم الباست had to حتى الباست من must بردو had to الماضي من must had to كان يجب ان او كان يلزم ان في الماضي الناجتب بتاعها عدم الضرورة didn't have to و مكانش مضطر ان يعمل كده في الباست مكانش مضطر مش لازم مش ضروري مكانش ضروري يعمل كده جملة سريعة حبايبي they had to take a taxi last week كانوا مضطرين ان هما ياخدوا تاكسي الاسبوع اللي فات اضطرار بس فين في الباست we didn't have to take a taxi it was holiday ما كنش او ما كانش لازم ما كانش ضروري نحنا نعمل كده ده كان اجازة بالنسبة للباسيف بتاع الجملة الاولى انا قلت لك ايه في الباسيف استخدمها زي الباسيف دي have to و has to و must و had to طبعا هتعتبرها زي المودرز اللي هي الافعال الناقصة تعال نشوف كده الجملة اللي هي you have to wear a uniform to school الباسيف بتاعها لما تيجي تعمله باسيف هتبدأ بالوبشيكت اللي هو ايه a uniform طب و بعدين هتعمل ايه مستر بعدين هتجيب لي have to اكاينها موديل زي دي طب هي have to اللي فوق دي كان بيجي بعد منها ايه كان بيجي بعد منها انفرتف حالو او اللي هو where هتجيب لي ايه هنا a uniform have to be هتجيب لي verbo to be في المصدر و بعدين باست بارتسبب يبقى a uniform have to be worn at school ال uniform يجب ان يرتدى او يتلابس في المدرسة طب لو كان في الباست زي مثلا they had to take a taxi last week كانوا مضطرين ياخدوا تاكسي الاسبوع اللي فات الباسيف بتاعها يبقى ازاي تعال نشوف هو ايه المفعول الاول اتكسي برافو يبقى a taxi had to اعتبرها مدل عادي يبقى a taxi had to ويجب بعد منها انفرتف اللي هو be و بعدين باست بارتسبب من take اللي هي taken يبقى a taxi had to be taken last week بالظبط كده طيب لو هي negative نعمل passive ازاي تعال نشوف الجملة negative اللي احنا قولناها من شوية انا قلت من شوية you don't you don't have to wear a uniform طيب مش لازم تلبس uniform يبقى ال uniform مش لازم يتلبس a uniform doesn't have to be worn مفيش داع ان هو ايه يرتدى او يتلبس طيب لو الجملة اللي هي في الباست حبايبي فين you mustn't خلينا اللي هي زي we we didn't have to take a taxi yesterday يبقى المفعول هي طبعا a taxi a taxi didn't have to be taken in yesterday ما كانش لازم يتاخد امبارح يبقى انها بتكلم على passive يبقى انا خدت في present doesn't have to النجاتف بتاعها مش ضروري don't have to طيب has to انها في بتاعها ايه حبابي doesn't have to طب في الباست had to كان يجب ان وما كانش ضروري في الباست didn't have to طيب الباست بتاعها زي ما احنا شوفنا باعتبرها model verb بالضبط تمام؟ ده بالنسبة ليه have to has to دلوقتي فيه استخدامات تانية سريعا كده هنقولهم علشان الوقت ولو عزت ترجع لحاجة ارجع لها تاني ولو عزت تسأل حاجة ابعتلي في التعليقات اللي تحت وانا هرد عليك بالنسبة استخدامات تانية زي مثلا need to مع الجم او i و needs to مع المفرد يحتاج ان ده في ال present طبعا النجاتف بتاعها ايه don't need to مش محتاج مش لازم doesn't need to مع المفرد needn't infinitive من غير تو خلي بالك خلي بالك ان دي مودرز دي تعامل معاملة كان ومست وشود وشود انتيج بعد منها infinitive يبقى النفي بتاع need to و needs to don't need to doesn't need to او needn't من غير تو خلي بالك طيب جملة سريع لو قلت he needs to get up early he has a lot of work to do عنده شغل كتير فلازم ايه يصحى بدري او محتاج يصحى بدري الناجاتف بتاع الجملة دي ممكن اقول لو مش مضطر يصحى بدري عشان اجازة فابقول he doesn't need to get up early it's holiday طب عايز اقولها ب needn't اللي بعديها infinitive هاقولها ازاي he needn't work hard او he needn't 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 get up early مش لازم يا صحاب ادري يعني لو قلت جملة he needs to work hard مش لازم he needn't work hard it's holiday مثلا او it's summer holiday طيب بالنسبة الاستخدامات تانية زي must زي have to who has to يجب ان ومست كمان it's necessary for اي حد to infinitive من الدروري من الدروري خلي بالك it's it is او it is necessity or it is a must هنا مست ناون من الدروري for اي حد تمام to infinitive في ال negative بتاح عايز اقول مش ضروري is هتبع ايه bravo 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 طبعا it is necessary هتبع it isn't necessary for اي حد to infinitive or it is necessity هتبع it isn't a necessity it isn't a necessity or it isn't a must for اي حد to infinitive طيب مثال كده سريع it is a necessity for you بالنسبالك to study hard to study hard ده معنى you must study hard تمام it isn't a necessity or it isn't a must for you to take a taxi ده معنى ايه you don't have to take a taxi or you needn't take a taxi مش محتاج تاخد taxi طب الباست بتاع الكلام ده الاول بتاع الباست بتاع it is هيبقى يا رجالة هيبقى يا شباب هيبقى ايه امراض هيبقى it is هتبقى it was أي is من دول في الباست هتبقى it was طيب need to و needs to هتبقى needed to كان محتاج انه يعمل كده في الماضي طب needed 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 to تتنفي بايه كمان verb كفعلة اساسي didn't need to طب ليها شكل تاني في النفي وخلي بالك قوي ممكن تعتبرها ممكن تعتبرها زي اللي فوق دي ما قلنا models في الانفانتف needn't مش مضطر يعمل كدهيك بعد منها انفانتف الباست بتاعها تبقى needn't have past participle طب الفرق من النافي بين didn't need to needn't have يبقى الحاجة تعملت بس ما كانش ضروري انها تتعمل خلي بالك من الجملة دي عشان تفهم كواس اللي انا قلته دلوعد you needed you needed to buy a check انت كنت محتاج انك انت او في حاجة انك انك انت تشتري check طيب عايزة اقول ما كنتش محتاج في الماضي عدم ضرورة بس في الماضي انك انت تشتري check تفضل يا سيدي فيه طرقتين لو انت اشتريته تنفيها بطريقة ولو انت ما اشترتوش تنفيها بطريقة تاني خلي بالك كويس you didn't need to buy a jacket الحمد الله انت مش مضطر وما اشترتوش انت ما كنتش في حاجة انك انت تشتري check والحمد الله انك انت ما اشترتوش يعني انت كويس كده انت زي الفل انت فلا تعال نشوف النافي بالتاني الطريقة التانية you needn't have bought a jacket انت مكنش ضروري انك انت تشتري check بس ايه انت اشتريته ما هو ما كانش ضروري بس انت اشتريته مفيش مشكلة مفيش قانون هيعقبك اوكي انت اشتريته عادي بس اللي فوق didn't need to buy a jacket انت ما اشترتوش وما كانش ضروري you have needn't you have needn't sorry you needn't have bought a jacket ما كانش ضروري انك تشتري الشاكت لكن انت للأسف اشتري رتوه بس خلاص عادي اللي حصل حصل وما فيش قانون هيعقبني زي ما قلتلكو اكتبوا في التعليقات لو حاجة مش واضحة او في كلمة مش واضحة او في اي حاجة عايز تستفسر عنها اكتبلي عليها حالا بالتوفيق حبايب الابطال good luck وتعملوا سابسكرايب بسوا على الجرس اني وصلوكم كل جديد good luck